اهلا وسهلا لبنات كانت تمنى تكونوا في احسن الظروف وانتو ما كتشاهدوا هالفيديو لا تنسوناش من لايك لديلكم وندخلوا في الموضوع مع آلو نمنم آلو آلو نمنم استغفروا الله الله العاد بله تعال شوالبنات رمي ممكنش راه غير الذكيات منكم لغادي لحظات القضية ديال نمنم اه اكدت عليها زعماء وكتحاول تبينها للمتابيع وكتحاول تبينها باش تستعطف بها الناس الموهيد والله ما كتحشمي وجقها صحة نوارا وبنتي على حقيقتك للأسف هو كتفك بزاف تلي حوج مش حالة ديانك كتقدر عليهم بحل اول حاجة مكتتسوقش للمتابيع من زمان حتى فاش كتتم قدم عراج لك وكانت الامور باخير مكتحاشي للمتابيع مكتشكري هومش مكتجوبي هومش مكتعبري هومش حتى فاش كتتغبري وترجعي انهم مكتبقوا يقولوك على اسلام تكون شي مكتش تتسنو الفيديو الجاي انك تكون واحد مقدمة على الاقل اللي تتعطيهم فيها واحد الشكر واحد الحب واحد يعني تقرب المتابيع منك لكن للأسف ولا والصواب عندك تحت الصيفر المهمة لبنات قلت لك البنت خاصها نمنم ياك والحليب ما عندهاش و تدابع البلاكار عمر حليب إلا لاحظتوا فش فتحات المريو ثاني حاجة واش لي ما عندوش يدر لك بروتين اختيارك معارف الامارات هادي كو بحال تدير ذاك شي ديال سبيع والبروتينات ولك شي ديال جميل اياك و تاني حاجة هي الكتابة محشمتيش مهندر واحد سطاري بارد الكتاب واخت بقى معها بزيانك يبقى بارد الكتاب صراحة لأنه هو شوف هاد البرودة اللي باردة لبنات مؤخرا مخصصكم تعارفوا مؤخرا نعم لاش برد برد مبقاش بغاي تتسوق ولي يدير مونتاج ولي يصور معاها و بغا تجي منها بغاها تجي منها وانتو هو هو صفي وصل يعني البوان فينا النقطة الأخيرة وبغاها تجي منها ولكن هي معندلو لفو القياس مستحيل تجي منها ذاك الشهلة شو شافتها في المحفل التي هساك وتزيل في حاله قلت لكم البنات دار واحد سطاري ومهم سطاري كي يعبر على ذاك الشي اللي عنده تيقول وكلته أمري لله زعم على أساس أنها المشكلة ما سيلا يعطيكم غبارة يا الكذابين تضحكوا على المتابعين وتستعطفوا الناس ما حشمتوش تتصبني في الحويج نخليه وحنا ديو الصابون يا قلت ديو الصابون حقا قال لكم بعض البنات حقا شو أنا ما احترامي الآراء ديالكم كاملين أيو حقا ره يقدر سيمانة رقات لكم من يم ويا جامعة الحويج هو يقدر يلا تم مشكلات معه ومشا البنات رقات لكم شهر شهر البنات وانا مليو حقات لكم فوذيك الناموسية وما كنش اللي قال لي يا مالك راه شهر هادي اللولة يعني حويجو كاينين تتصبلي في حويج اللي بس الداخلي وقراس نوذيك الشرق ومشتوه نقربوا الكاميرا وغيبلكم كل شي واخا هادي ديال الصابون نحيدوها ندوزل الحويج اللي كانت تطوي يكادوك يلا ها ناش فين ها يوتا مرة كان ينحويجو تميك كيف الزعمة يوا يلا ختي فهمت سطا شو بتقولوش لي يا لبنات الكدوب ولا كل شي كيستعمل أختي الكدوب للأسف ولا عندهم شي حاجة عادية شي حاجة طابعية يستحمروا الناس يستحمروا المحسيني المتابعين باش دبا هي ما خدمتش مش حالا دي قات قارا نبلبلها وعليش اختيقها قولوا لي يا ناس سؤال واحد جوبوني عليه لا اللي تتبغيوها ولا اللي لا اللي معها ولا اللي ضدها احنا مش ضدها كإنسان احنا ضد فعيلها طبعا غي قولوا لي يا علش العكفة وبذيك شكل بالله عليكم هذا سؤال الناس اللي مثلا قولوا تيدافعوا ولا ولا وهذا انك قافت علش ديك العكفة علش هتناوي علاخ زيت علش اختيحنا كنصليو بالحجاب اللي مشرعون الله سبحانه وتعالى علش ما تخليش في ديك الصيفة ديال ديال الحجاب يعني دير الزيفة عادي واتدير معكم فييديو علش العكفة خصكم تعرفوا العكفة انها ولا الداخلة واخدها 70% ديال السعطاف المحسيني للعكفة ولا عدد دور كبير في الفيديوهات منتسويوا واحدة şey واحدة معكفة عارفوها معكفة علاخ زيت عارفوها غدي تظهر لكم شي كدبال غدي تتصرحو فيها ويبدوا تدخلكم في واحد المتاحة مع عندهاش الباب فهمشوا اه تشي هذا صراحة كدر في الخاطر ولكن ابهرد الكتاف رافرقة عرمانها لبنات وراه صابر 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 غادي أخرج لكم واحد خرجها دابت تشوفوا لأنها علاش لأنها هي كتحاول أنها أنها تخلي الناس يعطوها للراس وهذا وهو ما كيتحملش خذكم تعرفوا هو من ذلك النوع اللي ما كيتحملش السبان والمعيور وذلك شوه يبقى يعيشوف يخرج لكم فاص يقول لكم هات شي كله تمثيل واش نقول لكم هو كين هو كين مشاكل بيناتهم يكتب عليكم الكدب يقول لكم ما كينش كين مشاكل وما كراهش هو اليوم قبل غد انه يتفارق مع هات السيدة انا اقول لكم السبب الاول خلينا من الحب الشي دي اللي كان زمان السبب الاول انه كيشوفها خدامة في القناة خدامين فيها بجوج كانوا خدامين فيها بجوج هات شي كنا كنشوفوه شاهدين الي كاملين لكن كنشوفوه الي كتستافد من القناة كتر لان علاش مشا دارت دار في المغرب دارت بزاف دي اللي حاجات المهم كتتوجد لمستقبل في حين انه وما دارت تزفتها مشروع والاخر ما داروش ياك هدي من جيها من الجيها التانية زاد كراه مني تسدت الحدود ما يبقاش يهبط هو ما عندوش الحق ده بيدخل المغرب بتاتل صافي والتي يحس براسه انه ما كانش يعني منعدم الوجود دياله ما يقدرش يتبت راسه لا كإنسان مسؤول ولا كزوج ولا كأب ولا تشي حاجة صافي والتي يقلب على حياته بهذا المعنى ما بقاش صافي يخصوه ينسى ديك الحياة اللي كانت لانه ما فيهاش مستقبل هاد الناس حاكم عليهم الظروف انه ما يعيشوا بهذا الامارات إلا بغوا يبقوا بجوش خصوهم يعيشوا في ديك الامارات من غيرها ما كانش تركيا ما قابلهمش المغرب ما قابلهمش ما يمكنش أراكم شتور كاسو ديالهم كيفاش دير كاملين ولكن لكذوب ليش انتي يا بغت تديري مثلا نقولوا احنا بغت تديري مشروع الراجلك من مراهد الكذبة أو من مراهد الشهادة ولكن راحي أراعي المتابع أراعي للناس اللي كي يبغوك وكي تفرجوا فك بكل وقاحة وبكل جراءة ديريienzaك وكي تخلني كي تسمعوننا فيديو التالي باش تخرجي بالأقل ل 1 دقيقة في المقدمة بتقولي لهم شكري الخاص للناس اللي كي ساندوني لناس اللي كي يعطوني الكلمة طيبة لناس اللي كي يصبروني لناس اللي كي يعطوني طاقة إيجابية وكي يعونوني اوه الاختي اوه ليش اشهد اشهد الواقاحة اشهد قلة صواب اشهد الويل لك حل لهالدرجة انتية مافيكش درة دي الصواب زي ما معلموش لك والديك وانتي ما تعلمتيش مافهمتش احنا معروفين بالصواب زي ما ردوكو الناس خمسة واربعين الف لايك ياك هذا غال لايكات اما الفيديو ره جاي غديل المليون دي الناس اللي شافوك وتعاطفو معاك فكذبة ولكن عادي نورمال لانه ما عندكش لوجه اصلا باش تخرجي تشكري لانه ما تقدرش تشكري عمو على الكذوب عالف راس الكادبة ما كي نشيو حدا عدامة شاكير وكي تمشي تدير تصبع الشعار وتقاد ولانه ركف ازمة كيما قلتي بنتك بغت نمنم ما عندهاش باش تنمنم وانتي غادي تشديني الكيراتين ما ينكرش ما ينكرش البنت ما عنده متنمنم صاحبتش ما عنده متنمنم وانتي غادي تشديني في الكيراتين هل هذا يعقل على هيس كذلك لا وبلا والله نبنانتي لك لم تضحك وحلنا مع الكدابات هذا مع الكدابات دي الاخر الزمن وحلنا معهم صاحبتش صاحبتش اذك الشي اللي كانت تدير ما يسلك هاش واخر كانت عدامه مشاهدات مشي لها بأسة بها ومشاهدات حسن جدا يعني مزيان لك تدخل العاقع البنت ولكن مقنعات شنري رقال وانا سازم مقنعك نزول لا يفنى مقنعات شبه تولي تضرب بل خمسمية وستمائة آلف في الفيديو فهمتش عندك الشي قلتش غا ندير عكفة هي لغة تفق لي البلان شحالة دي ما خدمت عكفة وتخنينا آه أنا برع فيديو فيديو ينسي نقع بدك شديد صاحب ينضرب دبير والله العظيم علم الله شك تسميكم في الكواليس نضرب لدي زمر اذا نعطيهم واحد الفيديو اللي جوجه اللي ثلاثة نجمع الحصيصة واضاف وراجلي أنا معاه وارجع معاه نقول لهم اللي بنات اللي قلت لقيش حاجة نقول لهم مش عالي ما تنهضرش علي جيبوني يا دالي جيبت سميتو وحر باش ومشي سوقكم يضربني وما يخلي لي يضربني يعيرني وما يخلي لي يعيرني مش فهي شوف نقول لكم واحد الحاجة آه اللي بغة تبقى مدلولة تبقى مدلولة ولكن أنا علش كي حرقني نقلبه شي مرات أنا أنك تضحك على المتابع كيبقى فيي الحال والله اللي بنت لك تبقوا فيي قصما بلشان وظيف هذي الهضراء كنقول لكم من قلبي ما كيعجبني لحال فاش كنشوف شي وحدين تضحك عليهم لا من المحسينين لا من المتابعين لأن نحنا كنبقوا بشر تحنا نعطوه من وقتنا باش تفرج في ذاك الانسان ربما حبا فيه خلي الناس اللي كيتفرجوا مثلا غفضون وليش يتفرج واحد وحد حبا فيه وفي الأخير ما كيعبرك شقع بحال دباد خيتي هذي ما كتعبرش صاحبتي الباشار زعم ذاك الباشار اللي كيتفرج فيك نتياز ما علايش عنزينك عنك حال عيونك علايش مثلا علايش ما تعبريش علايش علايش كلمة طيبة ما كتقول لاش في حقهم ها كدابة الخرق خرجتيب خروج كتنتية ورقال طعم الفرش قصام بله ولكن شوفي قال لك ما عشك كيفش يقولولي سريع الفهمة ولا ما عشك ما عشك كبير الكرش كتفرج عليه انت بغيت بغيت تجمع واحد العدد كبير الفلوز وإذا فضقة واحدة ولكي غاتتفقدين المصداقية دي غاتتفقدين الناس لكي غير 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 للاسف هذا هو الواقع ترجمة نانسي قنقر